أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار متابعة جهود تسريع وطيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف المواني في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفية جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في المواني وموقف تطبيق منظومة الشحن المسبقة وقد تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الالتزام في الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفقا لأحكام قانون الجمارك ولائحاته التنفيذية وذلك اعتبارا من اليوم